معالي وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلمات الأستاذ الدكتور عمر طلعت لعل تاريخ أغسطس من عام 2019 كان تاريخا فارقا فيما يخص رقمنة الخدمات في مصر تقديم التكنولوجيا الرقمية بشكل واسع شرايين امتدت لكل الجسد المصري في كل الخدمات تقريبا وحتى الآن هذه قصة نجاح أرجو أن تتفضل برواياتها الآن بسم الله الرحمن الرحيم سيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحضور الكريم اسمح لأفنم أعرض أمام حضراتكم استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي استراتيجية تستهدف ثلاث أهداف رئيسية لبناء مصر الرقمية الهدف الأول هو الخدمات الحكومية واستحققات المواطن لدى الحكومة أن تقدم بشكل مميكن وحوكم وسهل المستهدف الثاني هو إكساب أكبر عدد ممكن من المواطنين مهارات رقمية مختلفة وإثراء مصفوفة الكوادر في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقترم بهذا الهدف الهدف الثالث هو جذب أكبر عدد من الشركات العالمية وتشجيع أكبر عدد من الشركات المحلية للتوسع في مقار وفروع ومراكز تعهيد لها في مصر الفكرة في اتصال الهدف الثاني والثالث هو تخليق العرض من خلال التوسع في المهارات والكوادر المدربة ثم تخليق طلب لاكتذاب هذه المهارات وبالتالي تخليق فرص عمل أكثر ما يربط الثلاث أهداف مع بعض هو أنها جميعا تتمحور حول المواطن فاستراتيجية مصر الرقمية هي استراتيجية تتمحور حول استحقاقات المواطن وتلبية احتياجاته من هذه الاستراتيجية بدأنا فيه العمل على أربع محاور بشكل متزامن وموازي المحور الأول هو التعاون مع كافة الوزرات والجهات المقدمة للخدمات في الدولة لتبسيط الإجراءات وإعادة هندستها ثم ميكانتها وإتحتها بشكل مرقمن وحاول أشرح لحضراتكم منافس تقديم الخدمة المختلفة طبعا دوما متصل بتقديم خدمات مرقمنة أن ندعم البنية التحتية من حيث الانتشار ومن حيث الثبات والسرعة وبالتالي نفاذ أكبر عدد من المواطنين على المنظومة السابرانية أو على الانترنت المحور التالت هو تمكين أكبر عدد من المواطنين من المنافسة بفاعلية في سوق العمل في الاقتصاد الرقمي سواء سوق العمل المحلي أو على المستوين الإقليمي والدولي ثم المحور الرابع تشجيع رواد الأعمال والفكر الابتكاري والعمل الخلاق دوما يعني كما نعرف جميعا صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي صناعة ترتكز على الإبداع وعلى المهارات وعلى الفكر الإنساني ومن ثم يعني دوما هذا هو محور الاستراتيجية أن نساعد أكبر عدد من شبابنا على تخليق أفكار جديدة وعلى بالتالي القيام بمشروعات وإن بدت صغيرة ولكن لها فرصة في النمو يمكن المحور الأول الخاص بالتحول الرقمي وما يكنت كافة خدمات الدولة بدأنا في عام 2016 بربط قواعد بيانات الدولة المختلفة حتى وصلنا في عام 2020 أن انتهينا من ربط كافة قواعد بيانات الحكومة المصرية حوالي 100 قاعدة بيانات في البنية المعلوماتية المصرية يعني عشان أوضح ميزة هذا الربط وما تحصل عليه المواطن منه أرجع لبداية الجائحة حين تفضلت سيادتك بإصدار توجيه بصرف مكافأة للعمالة غير المنتظمة تقدم لنا أكثر من 7.5 مليون مواطن لصرف هذه المكافأة لو لا البنية المعلوماتية لما كان ممكن أن نضع جدول للأولويات أن ننظم صرف هذه المكافأة في ظل قيود التباعد التي فرضتها الجائحة ثم صرفها بشكل مرقما واخترم بهذا أيضا فتح حسابات للمواطنين في مكاتب البريد فيما يعتبر خطوة واسعة في مجال الشمول المالي ثم تفضلت سيادتك في 6 يوليو من العام الماضي 22 بإطلاق منصة مصر الرقمية لما بدأنا المنصة بشكل تجريبي كان عليها 34 خدمة لما تفضلت سيادتك بفتلحها العام الماضي كان عليها 131 خدمة اليوم المنصة عليها 168 خدمة وإن شاء الله نطلق في القريب مجموعة أخرى من الخدمات هدفنا أن نصل إلى 200 خدمة في فترة قريبة جدا بإذن الله هذه الخدمات الحقيقة تشمل مصفوفة واسعة ومتنوعة نقدمها مع الجهات مقدمة هذه الخدمات التوثيق طبعا مع وزارة العدل التموين يمكن معي وزير الزراعة تحدث عن خدمات الزراعة التأمين الصحي رخص المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية وغيرها كثيرا الجديد بالذكر أيضا هو المنافذ التي تقدم من خلالها هذه الخدمة لأنه لم تقتصر هذه المنافذ على المنصة الرقمية فقط ولا تطبيق المحمول وإنما أيضا راعينا أن هناك قطعات من أهلنا لا ترغب في التعامل بشكل مباشر مع التكنولوجيا فكلا بد من إتاحة منفذ من خلال مكاتب البريد المصري لكي يتمكن المواطنين من الحصول على هذه الخدمات بمساعدة زملائنا في مكاتب البريد حتى من لا يرغب في التوجه إلى مكاتب البريد ولا يرغب في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر يمكن أن يتصل برقم سياخن لمصر الرقمية ويتحصل على الخدمة هنا الحقيقة النقلة النوعية أنه يمكن استقر في حتى أدبيتنا لفترة طويلة صعوبة الحصول على الخدمات الحكومية وما يعاني منه المواطن لكي يتحصل على استحقاقاته وخدماته من الحكومة اليوم يستطيع أن يتحصل على أكثر من 168 خدمة من خلال اتصال تليفوني يجريه مع مركز الاتصال أو باقي الملافذ الحقيقة تعتبر خطوة وثابة لتقديم الخدمات بشكل ميسر ومحوكم يليق بالمواطن المصري لا تقتصر الحقيقة منظومة التحول الرقمي على فقط منصة مصر الرقمية وإنما لدينا مجموعة واسعة من مشروعات الميكانة التي بعضها أتممناها بعضها الآخر يعني في مراحل مختلفة باستثمارات بلغت 45 مليار جنيه يعني ربما لديق الوقت لا أستعرضها جميعاً لكن أنتقي بعضها فقط مع التعليم العالي أتممنا المرحلة الأولى من منظومة الامتحانات الرقمية في 27 جامعة حكومية في قطاع الطبي أيضاً مع وزارة العدل لدينا استراتيجية واسعة لعدالة مصر الرقمية أتممنا منها التقادي عن بعد في المحاكم الاقتصادية حياء هذا المشروع في منتهى الأهمية لأنه كثير من أطراف الدعوة في المحاكم الاقتصادية يكونون من المستثمرين الذين يقيمون خارج مصر فكان لابد أنه ينتقل إلى مصر مع كل جلسة الآن مع إتمام هذه المنظومة يستطيع أطراف الدعوة أن يجروا كل إجراءات الدعوة منذ رفع الدعوة حتى صدور الحكم فيها عن بعد بشكل رقمي كامل لدينا خطة مع وزارة العدل لنشر التقادي عن بعد في المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة بالفعل حاليا نبني التطبيق إن شاء الله يتمم في خلال هذا العام ثم نبدأ في نشره في باقي المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة كذلك منظومة إنفاذ القانون بالتعاون مع وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة أتممناها في سبع محافظات وجاري نشرها كذلك منظومة التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات التي بدأ فيها مشروع التأمين الصحي يعتمد على منظومة مميكنة بالكامل من تطبيق الخدمة من الإحالة من كافة عناصر تقديم الخدمة حتى الشق المالي والتسويات تتم بشكل مميكن بالكامل الآن نعمل مع المسجفات الجامعية في 73 مستشفى في 11 جامعة لكي نتمم منظومة التأمين الصحي في المسجفات الجامعية الهدف يفنم إنه يستطيع المواطن أن يتحصل على خدماته الطبية سواء من مصفات التأمين الصحي أو من المصفات الجامعية دون أن يتكلف عناء إعادة الفحوصات أو ما أجراء من الاختبارات هذا يعني طبعا يسهل على المريض وأيضا يخفض من كلفة العلاج يمكن يعني أخدم بمشروعين في غاية الأهمية الأول طبعا هو انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هذا المشروع استدبع إجراء عملية أرشافة رقمية لأكثر من 250 مليون وثيقة أكبر مشروع أرشافة في الشرق الأوسط 250 مليون وثيقة الآن أصبحت رقمية كل الملفات الجارية للحكومة المصرية أصبحت ملفات رقمية لاورقية وده كان الرؤية لانتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة أن تنتقل كحكومة لاورقية مرقمانة كذلك كان المجلس الأعلى للصمار وجه بضرورة التأثير في تأسيس الشركات بالفعل وضعنا منظومة بالتعاون مع هيئة الإستثمار لتأسيس الشركات عن بعض أصبح يمكن للرواد الأعمال والمستثمرين أنه ينشئ شركة بالكامل دون أن يتوجه إلى أي جهة حكومية أرجع أرجع حاضر ثم مراكز البيانات المؤمنة عشان كنت أنت قلت خدمات حكامة وكنت أنا كتبت قلت طب هو مؤمنة بقى ما يقولها هو ده تكلف كامل الأولاني الأولاني الانتقال للعاصمة الإدارة الجديدة كحكومة الميكانة بتاعتها كاملة كبنية أساسية تكلفة كامل حاضر الحقيقة المشروع ده ينقسم إلى ثلاث أقسام ينقسم إلى يعني أنا بقوله بس عشان إيه أديك فرصة أنك تقوله عشان ناس متصورة وأنا كلكم صورتوا خدتوا الفيلم بتاع المبني من بره ما حد يش دخل جواه وصور لي الناس بتشتغل زي و بتعمل إيه مش كده طيب الموضوع ده مهم قوي ليه اللي إحنا عايزين نقول للناس إن البيانات بتاعت الحكومة المصرية وده مش كتير من الدول عملت ده صح كده عملت حاجة مغلقة يا دكتور مصطفى وده اللي اشتغلنا بقى لنا أربع خمس سنة عليه وبقى لا يمكن حد مش كده يقدر يدخل على الحكومة يعملها شلل أه ولا إيه طيب ما هو ده هو ده سر منقول للناس هو حد حيقدر يعمل حاجة بعد اللي إحنا عملنا إن شاء الله إن شاء الله طيب نقول بقى حاضر يعني هو الحقيقة الانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كان مشروع انقسم إلى ثلاث عناصر رئيسية العنصر الأول كان الأرشفة زي ما حاولت أشرح العنصر الثاني كان بناء منظومات رقمية وتطوير المنظومات الموجودة لدى مختلف الوزارات فيما نسميه تطبيقات التخصصية اللي هي التطبيقات المتعلقة بكل وزارة ثم الشق الثاني من هذا العنصر هو تطبيقات التشاركية هي التطبيقات اللي بتميكن أنشطة متمثلة في كل الوزارات زي مثلاً الموارد البشرية أو التراسل أو إدارة المشروعات أو غيرها ده الحقيقة العنصر التاني العنصر التالت هو مراكز البيانات ودولة أنشأت مركزي بيانات مؤمنة على أعلى مستوى تقني وصلت إليه التكنولوجيا المركز الرئيسي بلغت الإستثمارات فيه 450 مليون دولار المركز التبادلي بلغت الإستثمارات فيه 350 مليون دولار يعني 800 مليون دولار وفيه تكلفة إنشاؤه؟ أنت بتتكلم على البنية المعلوماتية يا دكتور صح أنا مش كده أو ليه؟ صح طب كده؟ لا أنا الحقيقة يعني أنا العرف أنا عارف أنا بقول الكلام دي لكم هنا عشان الناس المتصورة لما احنا بنقول دولة بتدار بشكل متقدم تتجاوز به الإشكالات بتاعة الجهاز الإداري للدولة من خلال النظم الحديثة مش كده؟ صح اللي الكلمة بتقولوها هنا بتتحول لجهد وتكلفة عملية ضخمة جدا مركز البيانات دي تنشأت بشكل محصن صح كده؟ عماق تصل لخمسون شر متر بمليارات الجنيهات أنا بتكلم في الإنشاء خرصانة مش بتكلم في قواعد بيانات ولا السيرفرات اللي انتو جبتوها عشان تحقق لكم عمل مغلق محكم مؤمن بشكل كامل لا يستطيع أحد أن يخش عليكم في أي وقت مهما كان قدراته لأن انتو ما قلتوش مثلاً من الخمسين ألف حسب اللي موجودين في الوزارات وهو عبارة عن شاشة وكيبورد لا يمكن لمخلوق يقدر يدخل ولا بقول كلام ممكن بالعكس لا صحيح بالعكس يعني ممكن لو تأذن لساتك يعني أشرحها بشكل أكثر تفصيلاً احنا رأينا أن كل واحد من زملائنا هيكون لدي ما نسميه شاشة صفري يعني شاشة يمكن أن يتعامل من خلالها مع قواعد البيانات والأنظمة الموجودة في مركز البيانات الرئيسي ولكن لا يمكن أنه يدخل عليها بيانات بشكل غير مؤمن أو بشكل عشوائي يعني فردي ولكن لابد أن يكون من خلال منظومة محوكمة مركزية إذا ما أراد أنه يدخل بيانات إلى المنظومة أو يستخرج بيانات منها وده بيكون مسجل بحيث يبقى معروف أرغب إحنا البرتوكول الرقمي اللي بينظم الكلام دوت بالأنصاق بتاعته يكون خلصناه دكتور مصطفى عشان يبقى ملزم وعشان ياخد السبغة القانونية بتاعته في التعامل كل مختص مع النصاق بتاعه ومستوى مش كده؟ تمام فضل ده بالنسبة لانتقال الحكومة إلى العاصمة فيعني زي ما حول تشرح هي ثلاث عناصر تطبيقات بشقيها التخصوصي والتشاركي البنية التحتية بكلفة تجاوزة 800 مليون دولار للأجهزة فقط غير اللي ساتك تفضلت به للبناء الخرصاني وتجهيز المكان العنصر التالت حقيقة كان ربط مباني الحكومية بعضها وبعض لدينا في مصر 35 ألف مبنى حكومي وكان لابد أن نربطها ببعض لضمان استمرارية الخدمة وثبتها وده يمكن هشرحه فيه العنصر التاني أو الهدف التاني من مستهدفات الاستراتيجية وهو البنية التحتية الرقمية ولكن حقيقة قبل ما أبدأ في محاول شرح البنية التحتية الرقمية المحلية اسمحوا لي توقف عند شقة آخر ربما غير الملمين بقطاع التصالات التكنولوجيا بمعلومات يعني مش عارفين عنه بما فيه الكفاية وهو البنية التحتية الرقمية الدولية مصر حقيقة يعني بفضل الموقع الاستراتيجي المتميز اللي ربنا حابانا بيه أكثر من تسعين في المية من البيانات المرة ما بين الشرق والغرب تمر من خلال المياه الإقليمية المصرية والأراضي المصرية كان لحد عام 2016 لدينا 13 كابل بحري أنشأت منذ بدء صناعة الإنترنت حتى ذلك الوقت من 2016 إلى الآن إحنا استثمرنا في إنشاء خمس كوابل بحرية جديدة إحنا استثمراتنا في هذه المنظومة 300 مليون دولار ولكن الكابل الواحد اللي استثمرات فيه بتتراوح ما بين مليار و2 مليار دولار ويبقى مجموعة شركات أو تحالف ما بين دول وشركات لبناء هذه الكوابل إن شاء الله هذه الكوابل يعني نتمم دخولها الخدمة هي بدأت في الفعل دخول الخدمة يمكن آخرها كان النهاردة بنحتفل بدخوله إلى المياه الإقليمية المصرية الدخل الذي سيعود على مصر زيادة من هذه الكابلات من 3 مليار قفز إلى 7 مليار جنيه سنويا من إتمام هذه الاستثمرات أيضا الشبكة المحلية التي تنقل البيانات ما بين البحرين الأحمر والمتوسط كان لدينا منذ بداية الإنترنت حتى عام 2019 كان لدينا شبكة من 2700 كم وكانت التحدي اللي بيواجهنا هو الانقطاعات في هذه الشبكة وبالتالي عدم ثبات الخدمة للدول التي نقدم لها الخدمات من الدول الجوار والدول المحيطة بنا في خلال عام 2019 فقط أنشأنا شبكة 2650 كم يعني ما أنشئ فيه أكثر من 20 سنة أنشئ مسيل له في عام واحد الميزة الثانية في هذه الشبكة الجديدة أنه بها ما نسميه المصار الذهبي وهو المصار الموازي لقناة السويس يسمونه في عالم الكابلات البحرية المصار الذهبي لأنه أقصر طريق في العالم ما بين الشرق والغرب وبالتالي يمنح مصر ميزة استراتيجية ضخمة جدا في هذا المجال استثمارات في هذه الشبكة بلغت أكثر من 300 مليون دولار أيضا محطات الإنزال الموجودة على البحرين كان لدينا سبع محطات زدناها إلى عشر محطات إنزال وبالتالي أصبح قدرتنا على تقديم خدمات للدول الشرق والغرب وتمرير البيانات من مصر الحقيقة يعني تلقت دعم غير مسبوق في خلال العامين الماضيعي سأستكلم على حاجة تانية حتى تتعامل ولا مش مال بلاش أجي يمكن للشبكة المحلية الشبكة المحلية أيضا بشقيها الإنترنت الثابت وخدمات المحمول في عام 2017 كان متوسط سرعة الإنترنت في مصر خمسة وحوالي أربعة من عشرة ميجابيت ثانية واستمرت معدلات السرعة تزيد بنسب بسيطة حتى بدأنا في أول عام 2019 في مشروع ضخم بلغت استثماراته حتى الآن أكثر من مئة مليار جنيه لتقوية ونشر شبكة الإنترنت الثابت في مصر السرعة في أغسطس من هذا العام بلغت أربعة وخمسين وتلاتة من عشرة ميجابيت ثانية ما كان خمسة واربعة من عشرة ميجابيت ثانية في ديسمبر 2017 يعني تضعفت أكثر من عشر مرات في خلال هذه الفترة في نفس الوقت عدد المشتركين زاد أربعة ضعاف يعني فعلا لو لا أنه ربنا وفقنا أن احنا نتمم هذا أو المرحلة الأولى من هذا المشروع يمكن أمام حضراتكم القفزة واضحة ما بين آخر 2018 وآخر 2019 وده الحقيقة اللي مكن الشبكة أنها تستوعب الأحمال اللي تضعفت مع بداية الجائحة في أواخر 2019 أوائل 2020 مستمرين إن شاء الله في المزيد من الاستثمارات في نشر الشبكة في تقويتها ودعمها في الفترة القادمة باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بشبكات الألياف الضوئية في المرحلة القادمة أيضا زي ما كنت بقول المباني الحكومية لدينا في مصر حوالي 35 ألف مبنى حكومي انتهينا من ربط 20 ألف مبنى حكومي في مختلف أنحاء الجمهورية بشبكات الألياف الضوئية لكي نمكن أجهزتنا الحكومية في مختلف أنحاء الدولة من تقديم الخدمات المرقمنة للمواطنين كذلك بدأنا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خطة لربط المدارس بشبكة الألياف الضوئية أيضا ربط الفنادق الخمس نجوم والأربع نجوم انتهينا من شرم الشيخ والبحر الأحمر وتقريبا انتهينا من 80% من القاهرة والإسكندرية تبقى لنا الأسر وأسوان إن شاء الله ننهيها في خلال الشهور القليلة القادمة الحياة الشبكة المحمول أيضا تلقت اهتمام وتركيز شديد نحن في خلال الفترة من 2014 حتى نهاية 2020 ضعفنا عدد الأبراج الموجودة من حوالي 7000 برج إلى حوالي 35000 برج يعني أكثر من خمس أضعاف في خلال التسع سنوات الماضية باستثمارات قدرها 110 مليار جنيه هذه الشبكة تخدم حاليا أكثر من 80 مليون مواطن يتصل بالعالم السيبراني من خلال شبكات المحمول أيضا أتحنا ترددات بأكثر من 2 مليار دولار لشركات العاملة لكي ندعم من قدرتها على تقديم الخدمات يمكن واحدة من أكثر الهيئات اللي اهتمين بليس فقط تطويرها ولكن إعادة الصياغة دورها هي هيئة البريد المصري هيئة البريد المصري هيئة عريقة انشأت منذ عام 1865 وتتمتع بثقة المواطن المصري لا سيما أهلنا في مختلف المناطق الريفية والقرى يعني يقبلون على التعامل مع مكاتب البريد المصري الحقيقة بشكل نعتز به ولابد أن ندعم ونحافظ على هذه الثقة ونضمن استمرارها من هنا بدأنا بتطوير هيئة البريد المصري تطوير اجتمل على ثلاث محاور أساسية المحور الأول هو تطوير المكاتب حيث طريق شكلاً باستقبال المواطن المصري انتهينا من تطوير 3750 مكتب من أصل 3900 مكتب قديمة أيضاً أضفنا 526 مكتب جديد بين مكاتب ثابتة ومكاتب متنقلة ونسميه مكاتب خفيفة تقام في أماكن المرور من أجل نشر الخدمات وضمان قرب مكتب البريد من المواطن في مختلف الحق القطر المصري المحور الثاني للتطوير الحقيقة كان إثراء منظومة الخدمات التي يقدمها البريد المصري سواء الخدمات البريدية يمكن خدمة الرسائل تراجعت طبعاً مع انتشار التكنولوجيا ولكن خدمة البعائف بالعكس انتشرت وزادت وتعظمت أهميتها مع التجارة الإلكترونية وانتشار التجارة الإلكترونية وكان لابد أن نتأكد أن البريد المصري قادر على أن يواكب هذا التطور أيضاً بالتعاون مع البنك المركزي قدمنا مجموعة من الخدمات المالية من خلال البريد المصري كخدمات الإقراض متنهي الصغر، التأمين متنهي الصغر، الإقراض الاستهلاكي وغيرها كذلك بدأنا في خطة لنشر آلات الصراف الآلي لكي نسد على المواطن الحصول على سيولة نقدية دون أن يضطر إلى دخول المكتب وبالتالي تخفيف الأعباء والأحمال على المكاتب من خلال نشر مكينات الصراف الآلي كان لدينا 300 مكنات حتى عام 2019، النهاردة عندنا 1840 مكنات إن شاء الله في خلال العامين القادمين نستهدف تركيب ألفين آلة من آلات الصراف الآلي إضافية السمارات في هيئة البريد بلغت 16 مليار جنيه في خلال الأعوام الخمس الماضية كان لدينا أيضاً مبنى البريد التاريخي في العتبة أو به متحف للبريد المتخصص أول متحف متخصص للبريد المصري في الشرق الأوسط تم تجديده وتطويره لكي يليق باستقبال الزائرين والمواطنين الحقيقة طبعاً أن الحديث عن البنية التحتية لا يمكن أن يكتمل دون الحديث عن ما تطلع به ودارة الاتصالات وتكملية المعلومات في المشروع الأطقم حياة كريمة ويجري العمل في حياة كريمة على أربع محاور بشكل متزامن ومتوازش المحور الأول هو ربط كل منازل والمباني في كل القرى التي يشملها مشروع حياة كريمة بشبكة الأياف الضوائية لدينا في مشروع حياة كريمة بمرحله الثلاثة تسعة مليون وتلتمئة ألف مبنى في المرحلة الأولى وحدها في حوالي تلاتة ونصف مليون منزل بدأنا بربط كل منازل قرى حياة كريمة بشبكة الأياف الضوائية الرسالة الحقيقة المهمة والقوية التي أستعزم في التركيز عليها هنا أن الحكومة المصرية لديها رؤية أنه لكي نوفر لمواطنين حياة كريمة في مختلف مناحي الجمهورية لا يقتصر الأمر على توفير شبكة صرف صحي ومياه نقية وكهرباء فقط وإنما رأت الحكومة المصرية أن الإنترنت فائق الضرعة يماثل في الأهمية تلك الخدمات الأساسية ومن ثم كان التوجيه أن نوفر كابلات الألياف الضوائية ونوصل الخدمة لكل منزل في قرى حياة كريمة إن شاء الله نحن للمرحلة الأولى أتمامنا الشبكات الخارجية في أكثر من 1400 قرية من 1480 فالحمد لله قربنا على إتمام الشبكات الخارجية ونعمل الآن على الشبكات الداخلية كذلك مكاتب البريد في كل قرى حياة كريمة 1700 مكتب الحمد لله انتهينا من تطويرها في سياق خطة تطوير البريد اللي حاولت أشرحها كذلك دعم وتطوير خدمات المحمول في القرى لكي يتمكن أهلنا من الاستفادة من خدماتها لدينا خطة بإنشاء 2500 برج في قرى حياة كريمة أتمامنا 1200 برج منها حتى الآن وجاري العمل في الباقي محور الرابع الحقيقة دوما أقول أنه المحور الأهم لأنه يتعلق ببناء الإنسان وهو نشر الثقافة الرقمية لأهلنا في قرى حياة كريمة بدأنا بنشر الثقافة الرقمية نركز على السيدات والفتيات وأهلنا من ذوي القدرات الخاصة لدينا خطة لنشر الثقافة الرقمية ل500 ألف مواطن انتهينا من حوالي 100 ألف منها وجاري العمل في باقي الخطة بإذن الله أنتقل إلى المحور الثالث في استراتيجية بناء مصر الرقمية والمعتبر الحقيقة هو حجر الزاوية لأنه كما حاولت أن أوضح في البداية صناعة الإصلاة والتكنولوجيا المعلومات هي صناعة إبداع وهي صناعة فكر وتقوم على الأداء الابتكاري ومن ثم القدرات البشرية والكوادر المضربة تدريبا متعمقا هي الأساس وهي قوام هذه الصناعة وكل الدول التي يمكن حققت نهضة في مجال الإتصالات والتكنولوجيا المعلومات بدأت بالتركيز على بناء القدرات وتوسيع قاعدة الكوادر عندما نعد قدرات في كافة أطياف وتخصصات الإتصالات والتكنولوجيا المعلومات الحياة نستهدف ثلاث مرامي متوازية المرمى الأول هو أن يكون لدينا كوادر كافية قدرة على تنفيذ مشروعات التحول الرقمي ليس فقط المشروعات التي تنفذها الحكومة وأجهزتها ولكن أيضا باقي قطاعات الدولة كلها منشغلة بالرقمنة وأتمتة أعمالها سواء القطاع الخاص أو القطاع المشترك أو القطاع المصرافي أو الطبي أو غيره ومن ثم لابد من التأكد من وجود كوادر بأعداد كافية وبخبرات متعمقة وكافية تمكن من تنفيذ هذه المشروعات على أكمل وجه وفي الخطط الزمنية المحددة لها المحور الثاني والثالث هي مرتبطين ببعض المحور الثاني هو زيادة عدد المهنيين المستقلين المهني المستقل هو من يلتحق بعمل سواء عمل مؤقت أو عمل دائم بشركة أو بجهة خارج مصر وهو مقيم في مصر طب إيه أهمية المحور ده الحقيقة؟ الحقيقة المحور ده في منتغل أهمية لأنه إحنا لما بدأنا نتوسع في خطة التدريب ويمكن يعني هعرض على حضراتكم الأعداد بعد قليل كان لابد من إحنا نتأكد أنه هذا التدريب يؤتي ثمار وله مردود اقتصادي المردود الاقتصادي متمثل فيه أنه من يتدرب يلتحق بعمل وبالتالي يبقى التدريب فعلا يعني أتى المرجو منه مش بالضرورة أنه كل من يتدربوا يستطيعوا أنه هم يلتحقوا بعمل داخلي لأنه مهما كان الاقتصاد المحلي قادر على توليد فرص عمل في مجال الاتصالات التكنولوجية للمعلومات هي بالطبيعة لاحدود ومن ثم كان قدامنا خيارين إما أن نكتفي بتدريب فقط لأعداد تكفي لمشروعات التحول الرقمي والأتماتة المحلية أو أن نمكن شبابنا من أن ينفسوا في سوق العمل الإقليمي والدولي وهذا الحقيقة التي أصدته بهذه المنافسة لا أقصد أنه واحد يسافر ويتحق بعمل بر ولكن وهو في مصر يستطيع أنه يلتحق بعمل خارج مصر الأمر الثاني في هذا السياق يشكل أهمية هذا الملف أنه في كثير من الأحيان أهلنا وولدنا وشبابنا مقيمين في قرى أو في مراكز صغيرة في مختلف أنحاء الجمهورية ربما لا يكون فيها فرص عمل كافية في مجال الاتصالات التكنولوجية للمعلومات فأيضا كان هناك خيار طب هل ندرب شبابنا المقيمين في هذه الأماكن ولا نقصر التدريب على الأماكن اللي حيبقى فيها فرص عمل كان الخيار أنه لا إحنا هنطيح مبادرات التدريب لكل شبابنا ولكل أهلنا في مختلف أنحاء الجمهورية ونتأكد من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل خارج مصر وهم مقيمون في قرى وفي مدننا وفي مراكزنا في مختلف أنحاء الجمهورية المنافس الثالث أو المستهدف الثالث من بناء القدرات هو صناعة التعهيد وصناعة التعهيد الحقيقة صناعة تشهد الآن تحولا ضخما صناعة التعهيد تقوم على أن شركة من الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقيم مركز متخصص في أحد هذه الأطياف أو الأنشطة في دولة أخرى وفي الأوينة الأخيرة الحقيقة بسبب التغيرات العالمية الجيوسياسية وما يحدث من أزمات في العالم بدأ التحول إلى أقاليم جديدة في العالم بعيدا عن أسيا ومن هنا وجدنا أن مصر لديها فرصة هائلة بعدد شبابنا بالتدريب الذي يتلقىه شبابنا بقدرة شبابنا بتصميمهم وإقبالهم على العمل والتزامهم لدينا فرصة ضخمة جدا لكي تكون مصر مقصدا للشركات العالمية في مجال صناعة التعهيد العنصر الثاني الحقيقة اللي شجع على التركيز على صناعة التعهيد هو مجموعة من التغيرات التكنولوجية التي يشهدها العالم والتي تستلزم عدد بالغ الضخامة من المتخصصين في الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات كالتغيير في عالم السيارات التي تتحول إلى سيارات كهربائية ذاتية القيادة هذا يستلزم أعداد ضخمة من القادرين على إنشاء منظومات برمجية تشغل وتتحكم في هذه السيارات أيضا المنافسة التي توقّدت ما بين الشرق والغرب في مجال السيارات الكهربية وبالتالي هذه المنافسة ولدت طلبا متزايدا على المتخصصين في إنشاء منظومات برمجية للتحكم في السيارات الكهربية كذلك الذكاء الاصطناعي وما يشهده العالم من تطور في مجال الذكاء الاصطناعي أيضا أدى إلى طلب متزايد على المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وغيرها من هذه الحقيقة بدأنا في وضع استراتيجية متكملة لنشر ليس فقط الثقافة الرقمية ولكن العلم والمهارات والخبرات لمختلف أطياف الشباب لدينا مجموعة من المبادرات لنشر الوعي الرقمي لكافة فئات المجتمع لدينا مجموعة من المبادرات للطلاب في كافة مراحل التعليم منذ الرابع تدائي وحتى نهاية الجامعة لدينا مبادرات لإكساب خريجي التخصصات من الكليات غير التكنولوجية مهارات في هذا القطاع لكي يلتحقوا بعمل فيه لأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد مقتصرا على خريجي الكليات الهندسة وعلوم الحاسبات وغيرها وإنما أصبح قطاعا رحبا يستطيع أن يستوعب مختلف التخصصات ثم العنصر الرابع وهو سقل وتعميق مهارات المتخصصين في مختلف روافد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكي يستطيعوا الاتحاق بوظائف ذات قيمة أعلى في شركات عالمية مرموقة تقوم بأنشطة لها تستلزم عمقا علميا يعني هستعرض يمكن فيه عجالة بعد إذن فخمتك مجموعة من هذه المبادرات يمكن المبادرة الأولى كانت مبادرة إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية كان الهدف الحقيقة أن نخلق جيلا جديدا يخالف يمكن الصورة النمطية التقليدية للتقني بأن يكون لدينا جيلا من الفنيين التقنيين المتعلمين على الأعلى مستوى الملتزمين القادرين على العمل في الشركات المحلية والعالمية بدأنا الحقيقة بمدرسة واحدة في القاهرة واشترطنا أن من يلتحق في المدرسة بعد انتمام المحلية العادية من المتفوقين مجموعة أكثر من 90% حقيقة الإقبال يعني فاق ما كنا نتوقعه وأثبت أن أولادنا والأجيال الجديدة مدركة للتغير الضخم في متطلبات سوق العمل وأنه لم يعد مقتصرا أو لم يعد يعني حامل الشهادة العالية هو الوحيد القادر على أن يلتحق بوظيفة يعني مجزية في العام التالي زدنا إلى سبع مدارس في المحافظات المعروضة أمام حضراتكم على اليمين في هذا العام بالتعاون مع زميلي معالي وزير التربية والتعليم خصصنا خمس مدارس جديدة في المحافظات اللي على يسار الشريحة إن شاء الله هدفنا أن نصل إلى 27 مدرسة مدرسة في كل محافظة للتصمارات في هذا المشروع بلغت حتى الآن 600 مليون جنيه ولكن الحمد لله أنه يعني أول دفعة من أول مدرسة تخرجت هذا العام وكنا الحقيقة يعني مهتمين جدا أن نرقب يعني هذه الدفعة فرضا فرضا لكي نتأكد من تمكنهم من الالتحاق بوظيفة لأنه المعيار لنجاح هذا المشروع هو اقتناع سوق العمل بجدارة خريجي هذه المدرسة الحمد لله كل خريجي المدرسة الذين تقدموا لسوق العمل نجحوا في الحصول على وظيفه المبادرة الثانية الحقيقة هي جمعة مصر للمعلوماتية ويمكن يعني لا نقطيل فيها لأنه الفيلم شرحها هي أول جمعة في إفريقيا متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمنح درجة البكادريوس شهادة مزدوجة ما بين جمعة مصر المعلوماتية وتلات جمعات من الجمعات رفيعة المستوى في أمريكا وكندا لدينا أربع كليات والحمد لله عدد المقبولين في الجماعة يزداد عاما تلو الآخر مجموعة ضخمة أخرى من مبادرات التدريب يعني زي ما قلت براعم وأجبال مصر الرقمية لطلبة المدارس من رابع اتدائي حتى تانية سنوية مهارات مصر الرقمية نستهدف إن شاء الله تسعين ألف طالب جميعي هذا العام لدينا مبادرة مهاراتك مبادرة مستقبلنا رقمي لتأهيل مختلف أطياف شبابنا على العمل في قطاع الاتصالات يمكن يعني لكي أوضح الصورة أعود إلى الأرقام في عام المالي 14-15 كان عدد المتدربين الذين تسهدفوا مزارة الاتصالات 2600 مدرب في السنة بموازنة قدرها 32 مليون جنيه بدأنا في عام المالي 19-20 في التركيز على التدريب وتنمية الأعداد الحمد لله في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي 22-23 انتهينا من تدريب 250 ألف متدرب بكلفة قدرها مليار و300 مليون جنيه هذا العام إن شاء الله بنستهدف 400 ألف متدرب بكلفة قدرها مليار و700 مليون جنيه ما كان 2600 متدرب أصبح 400 ألف متدرب 150 ضعف في تسع سنوات وفضعفة الموازنة 50 ضعف في تسع سنوات يمكن أعود إلى مستهدفات التصدير من خلال استعراض موجز لأعداد المهنين المستقلين ونمو صناعة التعهيد في مصر الحقيقة المستهدفين يسيروا بشكل متوازي وإن كان أسبابها مختلفة لما عدد أكبر من شبابنا أقبل على مبادرات التدريب وتلقى التدريب لأن التدريب دوما يشمل تدريب تقني يقترم به تدريب على كيفية المنافسة في قطاع المهنين المستقلين العالم فيه 4 مليون مهني مستقل في قطاع الاتصالات التكنولوجيا المعلومات في مصر لدينا 100 ألف مهني مستقل صعودا من 33 ألف قبل عامين يعني فيه سنتين فقط احنا ضعفنا العدد 3 أضعاف من 33 ألف إلى 100 ألف وأصبح لدينا 2.5% من العدد العالمي نستهدف إن شاء الله أن نصل إلى 4% بنهاية عام 2026 نستهدف الوصول إلى 220 ألف مهني مستقل هذه الصناعة تنمو بمعدل 15% في السنة هدفنا أن ننمو ضعف هذا المعدل أن ننمو 30% في العام بإذن الله الشق التاني أو الجناح التاني اللي بيمكننا من الصدرات الرقمية هو قطاع التعهيد ويمكن الحراك التدريبي المكسف اللي بدأ القطاع يشهده منذ عام 2019-2020 لفت نظر مجموعة ضخمة من الشركات العالمية لكي تقيم مراكز تعهيد لها في مصر أو توسع من المراكز القائمة ومن ثم بدأت أرقام العاملين في هذا القطاع تزداد إن شاء الله بنهاية هذا العام يكون لدينا 130 ألف متخصص في مراكز تعهيد جميعهم يصدرون خدمات رقمية من مصر إلى خارج مصر بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار هدفنا أنه بنهاية عام 2026 بإذن الله نصد إلى 336 ألف متخصص سيكون لديهم قدرة على التصدير بقيمة قدرها 9 مليار دولار في العام الماضي لوحده يمكن كان شرفنا دولة رئيس الوزراء في نوبمبر من العام الماضي وشهد توقيع اتفاقيات مع 34 شركة عالمية لإقامة مراكز تعهيد لها في مصر تخلق 34 ألف فرصة عمل الحقيقة منذ ذلك الحين إلى اليوم تغيرين مهمين التغير الأول أنه من 34 ألف فرصة اللي وقعناهم على ثلاث سنين بالفعل تم تعيين أكثر من 16 ألف متخصص في خلال أقل من عام المتغير الثاني أنه بدأنا في توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات جديدة بلغ عدد الاتفاقيات الآن 60 ألف متخصص حتى هذا الشهر يمكن نلحظ أنه الشركات التي تقيم مراكز تعهيد لها في مصر من مختلف دول العالم ومن الدول بالغة التقدم في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات سواء من الغرب من أمريكا الشمالية وأوروبا أو من الشرق من الصين والهند التي تستحوز على 60% من صناعة تعهيد في العالم ومع هذا رأت في الخبرات المصرية وفي القدرات المصرية ما يجذبها لكي تقيم مراكز تعهيد لها في مصر يعني المحور الرابع والأخير هو رعاية الإبداع وتشجيع الفكر الخلاق وقدرة شبابنا على أن يصبحوا رواداً للأعمال ويؤسسوا شركات كان مهم أن نتيح منظومة القيمة الخطوات المتعارف عليها في العالم في مجال رعاية الإبداع بدءاً بما نسميه العصف الفكري وتوليد أفكار تصلح لإنشاء شركات مروراً بكل الخطوات المعروضة أمام حضراتكم حتى نصل إلى جذب مستثمرين لكي يستثمروا في الشركات التي ينشئها شبابنا في مصر كان لابد من وجود حاضنات ومراكز للتدريب لكي نقدم فيها هذه الخدمات لشبابنا في عام 2016 كان لدينا ثلاث مراكز تدريب سنة 2019 بدأنا في إنشاء تمانية جديدة شرفتها سيادتك بالافتتاح في 6 يوليو الماضي منذ يوليو 2022 حتى الآن أنشأنا تسع مراكز جديدة لكي يبلغ عدد المراكز 20 مركز إن شاء الله في خلال العام القادم نضيف خمس مراكز لكي تصبح 25 مركز من مراكز إبداع مصر الرقمية باستثمرات قدرها 8.5 مليار جنيه هذه المراكز الحقيقة موزعة في كل محافظات الجمهورية هدفنا أن يكون هناك على الأقل مركزاً واحداً في كل محافظة أدى هذا إلى أن مصر واحدة من أفضل 3 دول في مجال ريالة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدينا 400 شركة حالياً محتضنة في مراكز إبداع مصر الرقمية في عام 2022 في العام الماضي رغم التحديات الاقتصادية التي تكتاح العالم استطاع قطاع الشركات النشئة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يجذب أكثر من 500 مليون دولار استثمارات من خارج مصر في هذه الشركات أيضاً رعينا أن نقيم مراكز إبداع مصر الرقمية داخل الأحرم الجامعية في المحافظات المختلفة أو بمقربة منها لكي يسهل على شبابنا من خريج جامعات أو طلبتها أن يرتادوا هذه المراكز بشكل سهل ومستمر لدينا أيضاً سياسة لكي نحول بعض المباني التراثية نستعيد رونقها وجمالها ونحولها إلى مراكز إبداع مصر الرقمية الصورة العلوية لمركز الجيزة الحقيقة أيضاً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أقمنا فيه مركز متخصص للابتكار في مجال الخدمات الحكومية الهدف أن نشرك القطاع الخاص والشركات الناشئة في تقديم الخدمات الحكومية بشكل مميك أيضاً الصورة السفلة لمركز إبداع مصر الرقمية في القاهرة به معمل متقدم لأبحاث الروبوتات والجيل الخامس أهدته لنا مجموعة من الشركات العالمية التي نتشارك معها في القطاع يمكن الحراك حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وما نقرأه وما نسمعه كل يوم ليس بمعزل عن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات المصري وبدأنا منذ عام 2019 في وضع خطوات يكون لنا موقع ذو حيثية في مجال الذكاء الاصطناعي أنشأنا مركز للابتكار والبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي يبني مجموعة من المنظومات في مجال الرعاية الصحية في مجال الزراعة زي ما تفضل زميلي معي وزير الزراعة أيضا في مجال البيئة وإدارة الموارد المائية والتنبؤات والحسابات في مجال الاقتصاد الكل كنا قد أنشأنا مجلس وطني يدوم كل جهات الدولة للتنسيق فيما بيننا في ملف الذكاء الاصطناعي وعد هذا المجلس وثيقة باستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تفضلت سيادتك بإطلاقها في عام 2021 كل هذه الأنشطة الحقيقة أدت إلى أن مصر قفزت 46 مركز ما بين عامي 2019 و2022 في مؤشر جهازية الذكاء الاصطناعي الذي تصدره الأمم المتحدة أيضا في مجال آخر أو في رافض آخر عالي القيمة من روافط صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو مجال التصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة البرامج المدمجة هي البرامج الموجودة داخل الأجهزة الحديثة التي نستخدمها الحقيقة أنشأنا مركز هنا في العاصمة الإدارية الجديدة مركز محطب به مجموعة ضخمة من المعامل على أعلى مستوى نتحها للشركات التي نستضفها في هذا المركز لكي ندعم الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها في مجال البرامج المدمجة والتصميم الإلكتروني هذا المركز الآن يضم 24 شركة متخصصة منها 9 شركات عالمية الحقيقة أنه الدمج والمزج ما بين الشركات العالمية والشركات المحلية ليس مصادفة وإنما المقصود به هو تبادل الخبرات أن تطلع الشركات المحلية على خبرات الشركات العالمية والتكنولوجيات التي تبتكرها وفي نفس الوقت الشركات العالمية ترى بشكل عملي يومي القدرات والخبرات الموجودة في شركاتنا المحلية وبالتالي يتوفق التعاون فيما بين الشريحتين كذلك الحراك في مجال التصميم والتصنيع الإلكتروني لم يقتصر فقط على التصميم وإنما أيضا على التصنيع في خلال العام 2022 و2023 اكتذبنا أربع شركات عالمية لتصنيع أجهزة المحمول في مصر شركات الأمام حضراتكم وأقول تصنيع وليس تجميع وهذه النقطة في ممتع الأهمية لأنه يمكن في سنوات طويلة لعقود اعتدنا على تجميع لا تزيد قيمته المضافة في مصر عن 10-15% نحن هنا بنتكلم على نسبة قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40% وهذا كان الشرط لتوقيع تعاقدات مع هذه الشركات ثم تبدأ الشركات في زيارة القيمة المضافة في مصر تدريجية ثلاث شركات من الأربع بدأوا بالفعل الإنتاج والشركة الرابعة سامسونج في مجال تصميم المصنع بعد أن اتفقنا معها إن شاء الله يبدأ إنتاجه في العام القادم مركز محوطب لتصميم الإلكتروني الحياة واحد من أربع مباني في راية الأهمية أقلناها في المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في العاصمة الإدرية الجديدة مدينة المعرفة هي منطقة تكنولوجية تضم مركز لعم الإبتكار في مجال الإلكترونيات تضم معهدي التصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقدم برامج تدريبية في كافة روافد الصناعة تضم أيضا المركز الرئيسي لجامعة مصر المعلوماتية وتضم مركز للبحث والإبتكار في مجال التكنولوجيات المساعدة التي تساعد أهلنا من ذوي القدرات الخاصة على مجابة التحديات المفروضة عليها الحمد لله المرحلة الأولى اكتملت بالكامل ومنتظرين تشريف سيادتك لكي تفتتحها في أقرب فرصة بإذن الله نعمل الآن على المرحلة الثانية فيها ست مباني للكليات الأربعة التي تضمها جامعة مصر المعلوماتية أيضا بدأنا في اتفاقات مع مجموعة من الشركات العالمية لكي تبدأ في إنشاء مراكز رئيسية لها في العاصمة الإدارية الجديدة في مدينة المعرفة لكي تمسي مدينة المعرفة هي مقصد شركات الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدارية الجديدة أختتم أفنم بمؤشرات رقمية ربما تعكس تطور العمل في القطاع الحمد لله نسبة مساهمة القطاع في النادج المحلي الإجمالي نمت من 3.2% في عام 2014 إلى 5% في العام المالي 22-23 الصدرات الرقمية نمت من 1.5 مليار دولار في عام 2014 إلى 4.9 مليار دولار في عام 2022 إن شاء الله نستهدف الوصول إلى 10.5 مليار دولار كما قلت 9 مليار دولار من التعهيد والباقي من باقي أنشطة القطاع لكي نصل إلى 10.5 مليار دولار بحلول عام 2026 الحمد لله طوال السنوات الستة الماضية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا بنسبة نموه تتراوح ما بين 16 و 17% في عام 2018 صنف البنك الدولي مصر في الفئة جيم في جهازية الحكومة للتحول الرقمي في عام 2020 صنف البنك الدولي مصر في الفئة به ثم في عام 2022 صنفت مصر في الفئة ألف أعلى هذه الفئات دوماً بإذن الله تظل مصر في الصدارة والمقدمة شكراً لكم